دعت ليل برينرد نائب رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لأخذ خطوات سريعة لتنظيم العملات المشفرة من أجل احتوائها فحتى الآن لم تصبح العملة المشفرة مترابطة بشكل كافي مع النظام المالي الأساسي لتشكيل مخاطر على النظام المالي والعالمي عشان هيك أوضحت أنه من المهم أن يتم وضع أسس للتنظيم السليم لنظام العملات المشفرة الآن قبل أن يصبح النظام البيئي للعملات المشفرة كبيرا جدا أو مترابطا لدرجة أنه قد يشكل خطرا على استقرار النظام المالي العالمي سلطت برينرد الضوء على العملات المستقرة والمشاركة المتزايدة للبنوك في أنشطة التشفير وأشارت إلى أنه أي نظام جديد أو خدمة إن كان أكتر كفاءة من الخدمات المالية التقليدية فمن المهم أن نفهمه ونعالجه ونرى إن كان ناتجا عن ابتكار حقيقي للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today